بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ نتحدث عن نوع من أنواع الصبرات هذا هو صبر التيم الشوكي من أنواع الصبرات الزينة هذا غير منتج لدينا صبر التيم الشوكي هذا يستخدم في أغراض الزينة نحن نعلم أنه يكون كل شوكي نحن نبدأ نزراع نحن نحن نزراعه في كل مكان لا يكون هناك أطفال لا يكون ممر سيقع عريق هذا يسبب لنا مشكلة كبيرة نبات جميل جدا لأن الأشواكي الموجودة فيها يتحمل نقص المياه تحمل اقتفال حرارة لا يحتاج خدمة شم خالص بصورة ما تضع في الأرض تبدأ ترويه كل فترة ونباتها تعمل جدا لا يحتاج لنا أي مجهود غير التحذيرات التي قلناها في الأول لأن الموضوع الشوكي شكرا